مسكين لا 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 ترمي يا تريفر سيموت سيموت المهم سنعود الآن بالزمان 9 سنين للوراء حينها فإن تريفر لازال لم يتعرف بعد على رون وسنأتي هنا يا شباب للتريلر الخاص بتريفر وسنحاول البحث عن رون سنحاول يا شباب الذهاب لمنزله السلام عليكم يا شباب معكم يا سين من قناة اليوم جيتكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من لعبة جتائي فايف أتمنى أن يكون يومكم بخير يا سيقا أنا الحمد لله يوم بخير وعلى خير في حلقة اليوم سنقوم بتجربة مميزة جدا إذا تذكرتم لقد قمت بعمل هذه التجارية من قبل لقد حاولنا الالتقاء بلمار قبل تعرفي لنا في لعبة جتائي فايف حاولنا كذلك البحث والالتقاء بفرانكلين قبل تعرفي لنا في جتائي فايف واليوم لقد حان الوقت لكي نقوم بالالتقاء برون قبل تعريفي لنا في جتا ايفايف ماذا تشوقع هنا ان يحدث يا شباب اذا استطعنا رؤية رون هل سنستطع ايجاده في منزله لموجود قرب منزل تريفر لا اعلم بالضبط كل هذا ان شاء الله سنكتجفه في حلقة اليوم الطريقة التي سنقوم بعملها لكي نستطع رؤية رون قبل تعريفي لنا في لعبة جتا ايفايف هي القيام بمهمة كالعادة لان في مهمة فإن تريفر لا يعرف لا رون لا ولا اي شخص يعرف فقط مايكل وصديقه براد لكن بعدما قام تريفر بالهجرة الى القرية الخاصة بالسناندرياس هناك التقى بيرون وبدأ في عمل تلك المشاريع الخاصة به وحول السيطرة على القرية الخاصة بالسناندرياس هيا لكي نغير الان لتريفر اللي كان نرى ونكتشف اين هو بالضبط هو موجود في هذه المنطقة ماذا يفعل ماذا يفعل تريفر مسكين لا 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 ترمي هي تريفر سيموت سيموت لا لا يا تريفر تريفر يا شباب فانه مش هاك هل رأيتكم تريفر المجنون اوه نعم هذا الشخص فانه معي اصابة دلوس ام سي لانكم كما تعلمون فان تريفر لا يحب دلوس ام سي حسن هيا سنقوم بصرقة شاحنته وسندام سيوليتر تريفر صراحة فانه مجنون سيارة دلوس ام سي صراحة تقيل كثيرا لذلك قمت بتغيرها الان سنحاول ذهب لمنزل تريفر فقط لكي اظهر لكم المكان الذي دائما رون يكون موجود فيه وهو قرب منزل تريفر دائما ستجدون رون بانه موجود في تلك المنطقة عندما تتعرفون عليه عندما تتعرفون على رون فانه دائما يبقى جالس هناك اعتقد بان عنده يقوم بالتحدث مع المخلوقات الفضائية لا اعلم صراحة لكن شخصية رون فهي غريبة جدا وعجيبة في نفس الوقت هيا يا شباب ساقوم بوضع في منزل تريفر وعندما سأصل الى هناك سأعود لكم يا اصيقاء واعدت لكم يا شبابها قد وصلت وكما قلت لكم ها هو رون يلعب بدلك الخاص به دائما رون يكون موجود في هذه المنطقة في بعض الاحيان فانه يكون هنا يتدرب على المسدس يحاول يا شباب تدمير هذه القنينات في بعض الاحيان يا شباب ستجدون بانه شعل نار في هذه المنطقة وهو يحاول تدفئه وهذا هو منزل رون هو موجود قرب هل هذا الباب مفتوح؟ لأنكم اذا ستذكرتم في الفيديو السابق الخاص بجتاين اونلاين لقد فتح لنا هذا الباب لكن في جتاين العادية لم يفتح لنا هذا صراحة شيء عجيب جدا لا اعلم لماذا شركة روكستار جيمز فتحت لنا ذلك الباب في جتاين اونلاين لكن في جتاين العادية فهو مقفول وها هو رون يا شباب يلعب بدلك الخاص به اسمعوا مع الاصوات اسمعوا ما سمعتم؟ كأنه يقوم بالتحدث مع المخلوقات الفضائية عجيبون امرك يا رون المهم سنعود الآن بالزمان تسع سنين للوراء حينها فان تريفر لازال لم يتعرف بعد على رون وسنأتي هنا يا شباب للتريلر الخاص بتريفر وسنحاول البحث عن رون هيا لكي ننطلق لودندورف نورتيانك ناين ييرز اجو وكالعادة سنقوم بمهمة برولوغ صراحة مهمة برولوغ مميزة جدا ولقد حافظتها كثيرا استطيع القيام بمهمة بغلق عيني يا شباب كما نقول بالمغرب يا بتغماض العينين سنستطيع القيام بهذه المهمة بسهولة سأغلق عيني الان وساقوم بالمهمة يا شباب لانني قمت بها مرارة وتي كرارا لقد حافظتها هيا اسرع اسرع ادخل هناك اسرع ليس لدينا الوقت لكي نقوم بتضيعه معكم وكذلك لا تنسوا يا شباب اذا اجبكم الفيديو الخاص باليوم وحلقة اليوم فقوموا بدعمنا بالضغط على زر لايك دمروا لايك كما قمنا بتدمير هذا الباب الان قوموا بتدمير انتم كذلك زر لايك لكي تقوموا بدعمنا ولكي تشجعونا لكي نقوم بفيديوهات مميزة جدا هيا لكي نطلق شو مي دم ماني لاتس جو بويز احسنت يا براد يا براد دمر ذلك الباب قوموا بتفجير انتم كذلك زر ناشر وانشروا الفيديوهات كما قام براد الان بيتفجير ذلك الباب احسنتم يا اثقاء قوموا بدعمنا لاتس جو بويز وكالعادة لقد بقيت فقط اشلاء السيارات لاحظوا ماي اشلاء السيارات واو صراحة سلاح القرونيد لانشر افضل سلاح للقيام بهذه المهمة في جيتا اي 5 كالعادة لكي نسافر في خريطة سان ادرياس بدون اي مشاكل ما علينا فعله فقط هو احد في هذه السيارة بعدها سرقة تروح براد بسرعة البارق وسنذهب عند دارون بواسطة براد لن استعمل شخصية دريفر ببساطة لانني اذا استعملت شخصية دريفر فانني سافشل في المهمة نعم يا شباب وهذا صراحة شيء محزين جدا لكننا سنذهب بشخصية براد لكي نراونك كيف سنستطيع ايجاد شخصية درون قبل تعرفها لنا في لعبة جيتا اي 5 ام لا وها قد حان وقت التحليق الى السماء هل تتوقعون يا شباب باننا سنستطيع ايجاد شخصية درون ام اننا لن نستطيع ايجادها ببساطة لاننا لم نقم بعد بفتح شخصية درون في اللعبة هذا صراحة من الممكن ان يحدث لان في بعض الاحيان اذا لم تقوموا بعد بالتكلم مع الشخصيات ولم تقوموا بعد بفتحها فان شركة روكستار جيمز لا تظهرها لكم حتى تقوموا يا شباب بالتكلم معها وفتحها في كاتسين اذا تذكرتم لقد وجدنا بالنرون فانه موجود قرب منزل تريفر لذلك اعتقد باننا سنستطيع ايجادها هناك اذا لم نستطع ايجادها هناك فالحمد لله عندنا الموضات سنستعمل نوكليب وسندخل لمنزله وانا متأكد بانه من الممكن ان نجد روان في منزله وهيالك يا نطلق يا شباب صراحة الامر سيكون مميز جدا وممتع في نفس الوقت واذا اعجبتكم فكرة الفيديو الخاصة باليوم فلا تنسوكم بدعمنا بالضغط على الزر لايك وانشروا الفيديو مع اصدقائكم وشكرا لجميع الشباب الذين يقومون بالنشر لانكم صراحة تدعموننا كثيرا واذا كنت يا صديقي جديد في القناة فانصحك بالاشتراك لان الاشتراك فانه مجاني لن تدفع ولا مليم وبالاضافة لهذا فانك ستساعدني كثيرا لكي استطيع الوصول لمليون مشترك صراحة حلمي هو الوصول لمليون مشترك بالنسبة لمشترك فانا اسمهم اصدقائي يعني سنستطيع الوصول لمليون صديق في القناة وهذا صراحة عدد هاي لم اكن اتوقع يوما بانني سستطيع الوصول له لكن بسببكم وبفضل الله سبحانه وتعالى لقد استطعنا لا 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 لم اريد خروج ساموت 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 الحمد لله لقد شغلت الحياة الدائمة في اخر لحظة كنت اعتقد بانني ساموت لكن الحمد لله لو ميت يا شباب لقمنا باعادة المهمة من الاول هيا سنسرق هذه السيارة وسنذهب لمنزل تريفر الخريطة فانها لا تظهر لانني اكيد اقوم باعادة مهمة برولوج لكن اعتقد باننا نقصة رابنا من الوصول لمنزل تريفر منزل تريفر فانها موجودهن على اليمين بالنسبة لي بعض جباب لقد ساءلوني وقالوا لي ما هي الساندي شولز انصدر ساستعمل نوك ليف عندنا هناك يا شباب مطر تريفر كما تلاحظون وهنا هذه هي المنطقة التي يسكن فيها تريفر وهذه المنطقة فإن اسمها ساندي شورز كما تلاحظون وبالنسبة للوسانتوس فهي المدينة الكبيرة يا شباب التي يسكن فيها مايكل لذلك يجب عليكم تذكر هذه الأمور فإنها مهمة جدا والخريطة ككل فهي خريطة سان اندرياس لك تفهموا ما هي جباب الأمور لأنني يا شباب عندما بدأت أرفع على اليوتيوب ولقد ذكرت كلمة لوسانتوس كثيرا قال لأحد الأشخاص لوسانتوس عما تزحدت أنت لوسانتوس فهي أصلا غير موجودة هذه اللعبة فهي لعبة جتائي فايف وصراحة لقد ضحكت على ذلك شخص كثيرا لأنه لم يفهم يا شباب خريطة سان اندرياس خريطة سان اندرياس فهي الخريطة كاملة لوسانتوس فهي المدينة ساندي شورز فهي هذه المنطقة القروية التي يسكن فيها تريفر وهقد جئنا للمكان لكنني لاحظت بأن نارون غير موجود في بعض الأحيان فإن نارون يكون موجود هنا وفي مرات أخرى فإن نارون يكون موجود هنا يتصل بالمخلوقات الفضائية الآن فإنه غير موجود الأمر صراحة فإنه عجيب جدا سنحاول يا شباب اتدهاب لمنزله هالباب مفتوح الباب مقفول سأستعمل النوكليب وسأدخل لقد دخلت هذا هو منزل رون اهنا هو رون ستحش الدخول للمنزل هنا قلت يا شباب وسط منزل رون لكن منزله صراحة فإنه فارع لاحظتم الحيطان لقد خرجت لا أستطع الدخول إذا خرجوا من هذه المنطقة فإنه لا يمكنكم الدخول مرة أخرى لم تكن هذه السيارة موجودة هل هذه السيارة رون عجيب لم أعد أفهم أي شيء حسن يا شباب أعتقد بأنني سأذهب وسأتجول كم الساعة الآن أوه مسكين براد لا يوجد عنده هاتف كم الساعة الساعة الآن فهي الثاني عشر والخمسة صباحا سأتجول قليلا حتى الليل وبعدها سأعود لك أرى وأكتيفها سيظهر لرون أم لا وعدت لكم يا أصيقاء الساعة الآن فهي انتظروا أرى فهي العاشرة تقريبا واثنى عشر دقيقة رون يا شباب الغاراج لم يفتح لي رون صراحة في إنا غير موجود هل رون دخل لك إينا موسط منزل تريفر ووو منزل تريفر مفتوح خريب جدا لم أكن أتوقع بأن المنزل تريفر مفتوح لقد أعتقدت بأمن مقفول لذلك أردت الدخول بوسطة النوكليب منزل تريفر مفتوح لكن رون صراحة غير موجود عجيب جدا حسنا هي يا شباب هل هذا الباب مفتوح كذلك لا هذا الباب مقفل الضوء لقد اشتعل في منزل رون الباب صراحة مقفول لا أستطيع الدخول سأستعمل النوكليب وسأدخل مرة أخرى لقد دخلت نفس شيء المنزل فإنا فارع لا وجود لرون هذا صراحة شيء عجيب جدا هل من الممكن أن رون موجود هنا لأنكم إذا لاحظتم حاملات البنزين فإن اسمها رون أعتقد بأن هذه الشركة فهي شركة ترون مئة في المئة يا شباب بوترون ان يور تانك أعتقد بأن هذه الشركة فهي خاصة بيرون لم نستطع إيجادها يا شباب وهذا يعني بأنه لا يمكنكم الالتقاء بيرون حتى يتم تعريفه عليكم في جهة ايف 5 صراحة كنت أعتقد بأنه في إمكاني للالتقاء بيرون وكنت أعتقد بأننا سنجد هنا يا شباب قرب منزلي ستصدر لكم الآن صورة في الشاشة لكن مع الأسف شديد لم يحدث معنا هذا يا شباب وعلى هذا سأقوم بتودايكم رسوك لكم على الدعم رايب دعجبكم الفيديو الخاص بليم وحلقة ليم فلا تنسوكم بدعمنا بالضغط على زر لايك ونشر الفيديو مع صيقائكم استودعكم الله الذي لا ترضي ودعيه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة